أمتك تختلف 6 مليون في المية 6 مليون في المية طبعا أنت بتتكلم على فترة راحة إداتك متنفس بلس أنه طلع مباراة البنك الأهلي كان مباراة لها ظروف 14-4-3 عمر كمال أبو أحب يلعب سنترباك وليها ظروف لغبطة كده حصلت فالأهلي ما كانش تغلب خالص إلا في مباراة الدور الأول أمام الزمالك طيب محمود كان بيقول أنه لو الأهلي خسر أو تعادل كتتعطل أهلي حتى لو الأهلي كسب حتى لو الأهلي كسب كانت تغطلوا كانت ترهيقوا ذهنيا جدا تركيز اللاعبين كان يروح كل المباراة الزمالك الإجهاد البدني كان هيكمل بدلا من أخذ 3-4 أيام لعبة تأخذ نفسها وبالمناسبة أهلي ساعاتها كان يومين أجازة كان بيأخذ يوم واحد ما بين كل المباراة يوم أجازة والرجل بيعمل استشفى وبعدين كان يوم بيعمل التمريرتر ما تشو يلعب يومين والثالث يومين والثالث فأنت ريحت اللاعبين ذهنيا اددتوا 3 نقاط على الجهز بالإضافة لأنه بعدها على طول الزمالك تعالي مع بيرامدز فأفقد أفقد بيرامدز النقاط اللي كان قريب بيرامدز عمل إج بيها في فوز الزمالك على الأهلي في مباراة الدور الأوصول عظيم سبب أخر سبب أخر وبالنسبة لي دايما لما بتيجي تتكلم على عملية أي بروسس في الدنيا عشان تنجح لازم لها مترجم يحول الكلام ده يحوله النتيجة فالمحول مين والنتيجة مين واللي فرق الأهلي في اللعبة تانية مهمة كتيرا نتكلم عليها وفيه لعبة عملت أدوار كتير ممكن ما يبقاش معنا وقت نتكلم عليها لكن وثامة أبو علي صفقة وثامة أبو علي من يوم وقت الإعلان عن صفقة وثامة أبو علي الحدي ومنها هذا بالنسبة لي هو الأول السبب الأول والسبب الأهم واللي غير أرقام النادي الأهلي بقلنا مش ثلاث سنين بقلنا أربعة سنين بنتكلم حتى والأهلي بياخد الدوري إن معدلات تحويل الفرص فيها مشكلة كبيرة جدا طب إيه أرقام أبو وثامة السندي أرقام وثامة السندي دي طبعا كل المباريات اللي سجل فيها وثامة وبالمناسبة فيها مباريات كتير واحد صفر فيها مباريات كتير اتنين واحد الرجل كان بيسجل وبيحسم للأهلي ثلاث نقاط مهمة جدا يعني الرجل اللي واحد وجايب نقاط كتير جدا فيه مباريات حسامها بهدف أو حسامها بهدفين نقطة الأهم إنه أسامة أبو علي الأهلي دايما كان عنده مشكلة إن معدلات التحويل بالمناسبة الأهلي كان عنده معدلات التحويل اللي فاتوا اللي قبلوا من 60 ل 70% أنت بتتكلم أسامة السندي لعب كم مباراة أسامة السندي لعب 19 مباراة بعد دقيقة لعبة فعالية 15 يعني أنا لو جايب لعيب جايبه من الدوري الإنجليزي هيجي يجيب لي جول كل ماتش يعني يجيب 15 جول صح؟ الرجل دي أسهم في 24 جول في 15 مباراة 24 جول سجل 18 وصنع 6 منهم ركلتين جزاء فبتتكلم على لعيب قادر إنه يعمل لك جول ونص إسهاما في كل مباراة إنت لو جايبه من الدوري الإنجليزي وهتجديره كام وينفع يا ماينفعش فالمترجم بالنسبة لي هات بقى يعرف بقى الفيديو هلاند لو كان جي مكنش يتأكلم أي حد لا أي حد أي حد بالمهاجم أقولك هلاند ما كانش يتأكلم وعلى فكرة كويس إنه يسمت أقلم خلينا أقولك النقطة دي النهاردة قبل الموسم الجديد ما يبتدي ده هيحط لوت كبير جدا على صنب عليا الموسم اللي جاي الاستمرارية هيحط لوت كبير جدا على المهاجم أيا كان هو مين إلا هيجي النادي الأهلي الموسم اللي جاي إنك بتتكلم هي ده المعدلات خلاص الجمهور كان عنده مشكلة كبيرة جدا اتحلت بمعدلات خرافية اه لا خد بالك هيبقى حدث هيقول لك يلحق ووسام ما جابش جولي النهاردة ده ووسام ما جابش جولي النهاردة الناس كلها بالمناسبة اليومين اللي فاتوا وإحنا ودي بتتعرض اللقطة لي بتتعرض على الشاشة محمود بالنسبة لي لقطة تقديم ووسام اليوم اللي جيب فيه ووسام وإشارته الشهيرة بعلامة الساعة اللي بقيت ملازمة ليه في كل المباراة بتسجيله بكل الاهداف وده كان اول هدف يسجله ووسام فيه مباراة زد في الدقائية الاخيرة بالمناسبة وسجل بها ثلاث اهداف ودي كانت اول مباراة يسجل فيها هدفين مباراة بلدية المحل لسجل هدفين ومن بعدها بدأت انترقت ووسام أبو علي فتتكلم على ان ووسام نفسه بقى حطت لوت كبير على اي حد يجلع في الوزيشن ده ووسام أبو علي هو راس الحربة مش راس الحربة بتاع الفيرق راس الحربة بتاع تتويج النادي الاهلي في هذا الموسم وسام أبو علي عمل نقلة نوعية في هجوم النادي الاهلي وسام أبو علي لو مش موجود وانا بقولها بملئل فيه ده لا يضحض ولا يقلل من مجهود باقي اللاعبين ولا من مجهود مرسل كل وسام أبو علي لو مش موجود الاهلي كانتش هيطوب بالدوري لو بتتكلم على معدل تحويل فرص من 60 ل70 لو بقى 100% وده ما حصلش في الموسم الاخيرة لو بقى 100% الاهلي برضو كانتش هيخد دوري فالمعدل تحويل الهدف والتسجيل الخرافي بتاع وسام أبو علي هو اللي ادى الاهلي الدوري مليون في الميل